رغم تأخرها في الالتحاق بركب الثورة ورغم خضوعها التام لسيطرة النظام إلا أن السويداء قررت كسر الطوق المفروض عليها لتعلن انتفاضتها ضد الأسد وفقا لوصف أهالي المحافظة لحراكهم المستمر منذ عدة أيام فلليوم السابع على التوالي يتظاهر أهالي السويداء للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية في احتجاجات نادرة الحدوث داخل الأراضي القابعة تحت سيطرة النظام حيث خرجت مسيرات متفرقة في القرى المحيطة بالمدينة الواقعة جنوب غربي سوريا أغلق فيها المحتجون الطرق واحتشدت أعداد كبيرة منهم في الساحة الرئيسية للمطالبة بإلغاء تخفيضات الدعم مرددين هتافات منددة بسياسات الإفقار والتهميش ناشطون ومسؤولون محليون أكدوا أن سقف المطالب ارتفع من الدعوة لتحسين الأوضاع الاقتصادية إلى المطالبة بإسقاط النظام بعد أن اختار أهالي السويداء التظاهرات وسيلة للضغط من أجل حل المشاكل بعد أن كانت ترى بالاحتجاجات طريقة غير ناجعة ليزداد عدد المشاركين المنددين بالأسد يوما بعد آخر كرد فعل على إرسال النظام تعزيزات أمنية وعسكرية إلى المحافظة وهو ما يوحي بأن لا نية له بإصلاح الأمور وتحسين الأوضاع بل سيتمادى في ممارسة كل الجرائم التي ارتكبها في المناطق الأخرى للإجهاز على انتفاضة السويداء وإن التزم الصمت حتى الآن مصادر محلية قالت إن الحراك المنددة بسياسات الأسد في السويداء ليس وليد اللحظة فرفض شباب المدينة الالتحاق بالجندية واستمرار استقبالها السوريين الفارين من مناطق أخرى هو حراك سبق وأوجع النظام الذي سعى باستمرار إلى دق الأسافين بين مكونات الشعب ورغم رفع المحتجين في السويداء شعارات تطالب بإسقاط النظام وطرد ميليشيات إيران وحزب الله اللبناني يتساءل مراقبون عن إمكانية استمرار هذه التظاهرات وهل ستنتهي بمجرد الاستجابة للمطالب وخفض الأسعار وتحسين مستوى معيشتهم أم ستمتد وتنتشر في مناطق يعدها الأسد حاضنة له ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر